اثار قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي صدر مؤخرا بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء أيضا الحكومات الفلسطينية الماضية والمحافظين وتعديلاته الذي نشر مؤخرا الكثير من التساؤلات والتحفظات في ظل الكثير من المتغيرات التي كانت صدرت أيضا سابقا ولسنوات سابقة حول هذه القوانين التي شكلت عبءا إضافيا آخرا على خزينة السلطة الفلسطينية وعلى النفقة المالية العالية في إطار الحديث عن استنزاف متواصل للخزينة المالية للسلطة الفلسطينية وفي ضوء الإشارة إلى خطط تقشفية من المفترض فرضتها الحكومة الفلسطينية الحالية لمحاكاة الحالة الاقتصادية العامة وإيقاف الاستنزاف الخاص من خزينة السلطة الفلسطينية ولهذا الموضوع أصدر مركز بحوث للإنماء إذن ورقة سياسية صلتت الضوء على ما تحمله هذه القرارات تحديدا المتعلقة بمتغيرات هذه القوانين وظلالها على الخزينة أيضا للسلطة الفلسطينية التي نوعا ما تدفع من جيوب الفلسطينيين نتحدث عن هذه الورقة بتفاصيلها التي أشرت إلى مليار شكل تكلفة تطبيق قانون تقاعد السياسيين في العشرين السنة المقبلة هذا الرقم يحتاج فعليا إلى تساؤلات كثيرة سنترحى وإياكم في هذا صباح مع سيد جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي أهلا بك وصباح الخير أهلا صباح الخير لك لجميع المشاهدين ومشاهدات نتوقف بداية على تداهيات مثل هذه القرارات وما هي فعليا الإسقطات تابعة لمثل هذه القرارات المتعلقة بالاستنزاف من خزينة السلطة الفلسطينية وخاصة أنه في كان قرارات سابقة بإجراء هذه التعديلات والتي لم تتم وتم إيقافها من قبل الرئيس دعينا أقول أنه عدة مسائل في هذا الموضوع الأول تقاعد السياسيين ما هو تقاعد السياسيين هو التقاعد الذي يحصل عليه النواب أعضاء المجلس الشريعي والوزراء أعضاء الحكومة بالإضافة إلى المحافظين وفقاً له قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس الشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين عام 2004 الذي جاء في خلاف أو مخالفة للقانون الأساسي آنذاك عندما كان يتحدث عن أن في المادة 55 كان يتحدث عن أن مكافآت أعضاء المجلس الشريعي تحدث بقانون والمادة 81 كانت تتحدث عن مخصصات الوزراء ومن في حكمهم تحدث بقانون أو تنظم بقانون بالإضافة إلى المادة 44 سأقولها لأنه فيها المقارنة المادة 44 تقول مخصصات رئيس السلطة الوطنية والفلسطينية وتعويضه وتعويضاته تحدث بقانون هنا فرق لرئيس السلطة لأنه لا يستطيع العودة للعمل إلى أي من الأعمال الأخرى بعد أن يصبح رئيسا للسلطة ورئيسا للدولة وضع التعويضات شكل التعويضات هذه هل هي على اعتبار قانون للعمل نهاية خدمة ولا تقاعد هذا المشرع يستطيع أن يأخذ بها قرار بينما لم يضع في المواد التي كانت موجودة في القانون الأساسي لسنة 2003 أي التعويضات أو حقوق تقاعدية والمكافآت معروفة تدفع لمرة واحد والمخصصات التي تخص في المقازينة من أجل دفع للوزراء لذلك من الأصل كان المشروع القانون أو القانون أنذاك غير دستوري في عام 2005 ذهب المشرع الفلسطيني لتعديل المادة 55 لتصبح تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والوزراء بقانون وبالتالي المادة 81 نسخت لم تعد لديها قيمة عندما يتحدثون عن الوزراء ومن في حكمهم لأنه أصبح يحدث بقانون من هم الوزراء أعضاء الحكومة والمجلس التشريعي وهم في مناصب سياسية وليست إدارية هذا من جهة بالتالي ماذا فعل القانون في عام 2004؟ قال أنه النائب عن كل سنة بيأخذ 12.5% والوزير 20% عن كل سنة بيقضيها في الوزارة والمحافظ 10% عن كل سنة بيقضيها في منصبه كمحافظ بينما قانون التقاعد العام وهو القاعدة العامة يتحدث أن الموظف يحصل على 2% عن كل سنة بيقضيها في الخدمة واشترت أمرين الشرط الأول أن يدفع اشتراكات والتي هي 7% الناس تعرفها 10% 7% للتقاعد و3% للإدخار والسلطة أو الحكومة الخزينة العامة تدفع 9% من أجل التقاعد و3% من أجل الإدخار هذا واحد الشرط الثاني أن الحد الأدنى للحصول على تقاعد أو رواتب تقاعدية هو 15 عاما كمان المحكمة الدستورية الأردنية في عام 2014 قالت فسرت معنا التقاعد وهي من قاعدة أي عدم القدر على العمل وبالتالي المتوسط العام أو المبدأ العام على المستوى الدولي كانت تقول أن سن الستين هو سن التقاعد من أجل مسألتين المسألة الأولى يعتقد في ذلك الوقت أنه سن الستين لم يعد قادر على العمل خاصة الأعمال الثقيلة غير المكتبية وأنه الأجيال الجديدة لازم تتوظف وبالتالي تفسح مجالا للأجيال الجديدة للعمل هين إذا شاهدنا على سبيل المثال في آخر وزارتين متوسط أعمار الوزراء ستين عاما وبالتالي هم إما أنهوا التقاعد إذا كان عندهم تقاعد أو للدخار الذي كان عندهم الدخار إذا كانوا هم من تميين للأنظم التقاعد غير التقاعد العام المسطيني الأمر الآخر في نظام احتساب صادر نظام لائحات الاحتساب سنوات الخدمة قالت بالنسبة لأعضاء المجلس الشيحي والوزراء قالت هذا عام 2008 صدرها مجلس الوزراء قالت أن أعضاء الوزراء أعضاء الحكومة وكذلك أعضاء المجلس الشيحي الذين لا يستحقون الحد الأعلى من الراتب التقاعد يحسب لهم السنوات الخدمة التي كانوا يعملون فيها في القطاع العام وبالتالي المسألة الأخرى اللي بدي أنا وهلها وهذه مش مذكورة في الورقة لأنها ليست ذات يعني ما كانت من ضمن الورقة أصلا أنه لا يستطيع الموظف العام الذي أصبح سياسيا أن يحصل على أمواله التي كان قد دفعها في صندوق التقاعد لأنه مفهوم التقاعد هو مفهوم تضامني زيه زي الضمان الاجتماعي أنت بتدفع في شبابك مشان تأخذ بعد العمر طويل بعد التقاعد أو أن هذه الأموال تحول للحصول على التقاعد للحماية الاجتماعية للآخرين في كل الأحوال منذ عام 2014 وهناك محاولات متكررة لإضافة فئات جديدة على قانون التقاعد السياسي بعض المتنفذين المستشارين المستشارين الذين كانوا في مكتب الرئيس أو غيره كانوا يرغبون بالحصول على التقاعد السياسي لأنهم لم يكن لهم أي سنوات خدمة سابقا والمستشار القانوني الأسبق لرئيس السلطة الفلسطينية آنذاك منذ عام 2010-2018 كان يتحين الفرصة للحصول على ذلك ذلك قدم مشروع قانون هو ومجموعة من رؤساء الهيئات والمستشارين الذين يحملوا درجة وزير لمجلس الوزراء آنذاك في عام 2014 كان رئيس الحكومة آنذاك دكتور رامي الحمد الله يتحدث عن منح من هو بدرجة وزير بغض النظر عن كون رئيس مؤسسة أو مستشار أن يحصل على تقاعد الوزير ورفض في مجلس الوزراء بعدها طبعا ضجة قمنا بها في وسائل الإعلام المختلفين في عام 2020 جرى كذلك إصدار قانون قرار بقانون لمنح منهم بدرجة وزير تقاعد الوزير ونصه في النص الخاص في هذا الأمر أن الأموال يسترجعوها من صندوق التقاعد في ذلك الوقت وبعد ما أن حصل احتجاجات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تم التراجع عنه طبعا تدخل رئيس الحكومة آنذاك دكتور محمد اشتي لدى الرئيس واليوم فوجئنا قبل شهر تقريبا لأنه نشر القرار بقانون في 26 ثمانية أنه تم عادة النظر وصدر قرار بقانون يضيف الوزراء أو رؤساء الهيئات الحكومية اللي بدرجة وزير إلى تقاعد الوزير وهين في إضافة مالية جديدة فالمحاولات مستمرة هذا من ناحية المحاولات وقلنا من عدم دستوريته لأنه لا ينص القانون الأساسي على منح تقاعد للوزراء وفي الأصل في القواعد العام أيضا لا يوجد إمكانية حصول على تقاعد سوى للرئيس وفقا للقواعد القانونية الموجودة في قانون الأساسي سأقف بس عند هذه النقطتين فيما يتعلق تحديدا بدستورية مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت تحديدا في إطار الحديث عن أزمات مالية متلاحقة تشهد خزينة السلطة الفلسطينية حالة اقتصادية متردية جدا وهو عبء إضافي سيكال إلى خزينة السلطة الفلسطينية التي يتم تدبيرها من جيب المواطنين المتعثرين أصلا في ذل أزمات متتالية لما نعرف قديش حقيقة التكلفة في السنوات الماضية أضيف عدد من الأشخاص أو من الشرائح لهذا القانون قانون تقاعد بقوانين خاصة على سبيل المثال في عام 2010 منح رئيس بقرار رئيس ديوان الرقاب المالي والإدارية تقاعد الوزير ومن ثم تم تكريسه في عام 2017 بموجب تعديل قانون ديوان الرقاب المالي والإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد في عام 2019 أضيف له الحق بالحصول على تقاعد الوزير وفي العام 2020 أضيف لرئيس ديوان الرئاسة هذا الحق يعني أضيف إلى تقاعد الوزير وفي عام 2022 أضيف أعضاء المحكمة الدستورية الذين ليس لديهم سنوات خدمة تؤهلهم للحصول على تقاعد النواب بالتالي نحن نضيف فئات جديدة دائم وعلى مدار السنوات الماضية بالإضافة إلى القانون الأخير اللي هو توقف القرار بقانون الذي توقف لذلك نحن نتحدث عن مشروع قانون يستنزف أو عن قوانين تستنزف الخزينة العامة دون وجه حق إذا جاز التأبير في مخالف القانون الأساسي في مخالف القواعد العامة اللي حكيتها بالنسبة للتقاعد بالإضافة إلى العبء المالي لذلك في مركز ثبات قلنا أحنا كيف يمكن تقليص العبء المالي على مدار السنوات القادمة لدينا من 2006 دعنينا أقول النواب يحصلون على تقاعد هم وتعطل أصلاً مجلس التشريع؟ لا لا السابقين المجلس السابق والمجلس الثاني تعطل وفي قرار محكمة أخرى قليل راح أذكرها منعت الحصول على رواتب تقاعدية لمحكمة الدستورية في كل الأحوال نحن نتحدث عن فئات تضاف فبالتالي التكلفة ستزداد فعندما حسبنا حساب نحن في مركز ثبات عملنا ورقتين ورقة تقدير موقف قلنا أن مليار شيكل تكلفة تقاعد السياسيين عندما نضيف لهم رأساء الهيئات الجديدة دون إضافةهم طلع عنا 785 مليون يعني 800 مليون شيكل ستصرف الخزينة العامة على تقاعد السياسيين خلال العشرين عاماً القادمة مع التطورات اللي بتجري من تعديلات تغييرات على الأشخاص دون ما نحسب إذا جرى عنا انتخابات دون ما نحسب المحافظين الذين تقاعدوا قبل الفوج الأخير لأنه فيه تقاعد فيه محافظين لأنه التقاعد هون ليس فقط للحصول الشخص على التقاعد اللي كان موظفاً بل عائلته بل ورثته اللي هم يستحقون الورثة الزوجة إلى الوفاء الأبناء إلى أن يتعخل ينهو تعليمهم يتزوجوا البنات غير المتزوجات سيبقون يحصلون على تقاعد فبعض السياسيين سنصرف عليه وعلى أبنائه ربما 30 إلى 40 عام وهذا فيه استنزاف للخزين العام لذلك احنا رحنا شوفنا التكلف المالية لتقاعد الوزراء والنواب والمحافظين وأعضاء المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات اللي حصلوا بقوانينهم الخاصة على تقاعد الوزير بالتالي هذا استنزاف فكرتنا الرئيسية أنه يجب المحافظة لما قدمنا خيارات قلنا يجب المحافظة على المال العام وعلى استمرارية الدولة وحماية الخزينة العامة من أي أموال يمكن أن تكون سائبة بين كسين والحماية الاجتماعية لأنه لا يمكن اليوم تقولي أنه لو واحد صار له 20 سنة أو 18 سنة بيأخذ تقاعد تقوله روح روح ما في الشي إلك لأنه هو كمان تعود حاله نظامه الحياتي على أنه لديه دخل ربما هو الدخل الوحيد إله والحياته ولأنه قبل بأنه في نهاية حياة الشخص أن يكون معدوما وأن يحتاج لذلك قدمنا مجموعة من المقترحات سأقف عند هذه المقترحات ولكن هذه المقترحات نوعا ما تسند إلى المصلحة العامة التي سيستفيد منها كل الأطراف بما منها المواطن الفلسطيني الذي تدفع منه إلى خزينة الدولة ووصولا إلى كما أشرت إلى أن لا يترك هؤلاء كما هم متعودي يعني الحماية الاجتماعية بالضبط وهو ضمان بالنسبة لها لا طبعا إحنا كنا أنه ارتكزنا إما للمبدأ العام هو حماية المال العام والحماية الاجتماعية وارتكزنا إلى قواعد القانون العام الناظم وقرارات المحكمة الدستورية ويعني إحنا رجعنا كمان لقرارات المحكمة الدستورية الأردنية لأنه كثير من القوانين تبعتنا هي متشابكة مع المحكمة الدستورية في كل الأحوال قلنا أنه في مسألتين أول شيء المبدأ العام يجب وقف هذا القانون إلغاء هذا القانون ومن ثم معالجة الآثار القانونية المترتبة على هذا القانون لأنه في مراكز قانونية نشأت بموجب القانون 2004 رقم 11 لسنة 2004 وما تبعه ومن هو على شكلته نشأت في هناك أمرين الأمر الأول مراكز القانونية التي نشأت سابقا وهم النواب والوزراء وأعضاء محكمة الدستورية ورؤساء هيئات ومحافظين قلنا استمرار الدفع للرواتب التقاعدية التي حصلوا عليها وهذا قد تكلفنا عشرين عاما كما قلت لأنه قلنا أنه هدولة في إطار الحماية الاجتماعية هم حصلوا على ذلك الخيار الثاني هو الدفع للأشخاص السياسيين ذاتهم أي لا يوجد لورثتهم قواعد أرثية أو أموال من الأرث وبالتالي قد تتقلص تتقلص هذه القضايا إلى 15 سنة 15 سنة 20 سنة مش مشكلة المهم أنت الفكرة هاي من هدول النقطين هو أنك تقلص العبء المالي على الخزين العامي بمعنى أنه الذي يتوفى رحمه الله تنتهي الديول المالية التي تصرفها الخزين العامي فبالتالي فيه تقليص لذلك الخيار الثالث هو النظر بشكل فردي لكل من حصل على تقاعد سياسي اللي يتم احتساب السنوات إذا كان هو موظفا عاما قبل ذلك وقانون التقاعد يقول الموظف العام اللي اشتغل في الوظيفة أو الذين كانوا متفرغين في منظمة التحرير الفلسطينية أو الأسرة فهم يحسب لهم كل سنة في الأسر كأنه سنة في الخدمة وبالتالي عندما راجعت كل فرد من الأفراد بتم إعادة حساب تقاعده وفقا للقانون العام وهو قانون التقاعد العام خدم عشر سنوات في المجلس التشريعي خدم قبل ذلك في منظمة التحرير كان أسيرا سابقا إلى آخره يحسب له قد يكون راتب التقاعد وهو متكافئ مع التقاعد مع راتب التقاعد اللي بيحصل عليه كسياسي الأشخاص الذين لا ينطبق عليهم ذلك النظر إليهم بشكل فرد أيضا حتى من أجل الحماية الاجتماعية حتى لا يفقدوا لكن هذه تكون منحة للشخص عندما تنتهي هذه المنحة أو بعد عمر طويل يتوفه الله تنتهي هذه المنحة كأشخاص يعني سلطة لفترة محددة أو إما نعم أو إما تعطى لأنظمة التقاعد والإدخار الذي هو فيها واللي عنده دخل يكفي فلا داعي لمثل هكذا منحة من الدولة لأن الحماية الاجتماعية متوفرة لديه الخيار الرابع وهو تطبيق قرار المحكمة الدستورية اللي صدر في عام 2018 التي قالت أن النواب لا يستحقون أي استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين أو لاح ذات العلاقة بالشأن التشريعي اعتبارها من تاريخ صدور القرار اللي هو عام 2008 عندما حلت المحكمة الدستورية المجلس التشريعي وذهبت المحكمة الدستورية في 3-6 أصدرت قرار في قرار تنازع بالأحكام لأن المحكمة المحكمة الإدارية العليا قررت بأن النواب يستحقون رواتب تقاعدية فعندما نظرت قالت عندما نظرت المحكمة الدستورية لأنه يتناقض مع قرارها في 2018 قالت أن ذلك المطلق على إطلاق وبالتالي لا يستحقون رواتب تقاعدية وبالتالي إذا إحنا منقول النواب لا يستحقون رواتب تقاعدية وأسس نظام التقاعد السياسيين على المادة 55 من القانون الأساسي أي المخصصات التي كانت محطوطة بالتالي يلغى كل فبالتالي إنهاء هذا الموضوع حالا وهذا في مخاطرة لأنه في اختلالات اجتماعية النوع الثاني اللي حطناها الخيارات الثانية السياساتية اللي حطناها هم اللي موجودين الآن في الحياة السياسية كنا ضم الذين يتولون مناصب سياسية إلى نظام التقاعد اللي كان عنده سنوات التقاعد يتم إضافتها لسنوات التقاعد ويدفع اشتراكا والحكومة تدفع المساهمات وهذا تعزيزا للمبدأ العام التي ذهبت إليه السلطة الفلسطينية لتحقيق الضمان الاجتماعي لذلك هناك تقاعد للموظفين العامين وحاولت أصدرت قانون الضمان الاجتماع وأوقفت العمل فيه بالتالي اللي ما عندهم مش يعني سنوات سابقة بتخيرهم إما بتحط لهم بالضمان بالتقاعد أو بالضمان الآخر الخيار الثاني أمامها دفع مستحقات للوزراء والنواب والأشخاص الذين تستقدمهم الدولة لتولي مناصب سياسية أو تقنية قصة الوظائف القائمة على مدد محددة زي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سبع سنوات ومن ثم تنتهي رئيس هيئة مكافة الفساد ثمان سنوات أربعة زائد أربعة محافظة سلطة النقد أربعة زائد أربعة هذول بتعملهم نظام خاص لا يمكن الحديث عن نظام التقاعد إلا إذا كانوا هم يرغبون بالاشتراك بنظام التقاعد وبعد خروجهم من السلطة أو من المنصب بيذهبوا بيظلهم مشتركين في نظام التقاعد أو الخيار الثالث هو دفع مكافآت نهاية الخدمة للأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية وكلنا قانون العمل بيقول شهر عن كل سنة ولما تفصله أنت بتعطيه شهرين عن كل سنة فكلنا نعطي الشخص ستة أشهر وهي موجودة في قانون الضمان الاجتماعي بدل البطالة ستة أشهر راتب بحيث يتمكن من العودة إلى العمل إذا كان أستاذ في الجامعة ودخلنا بالفصل أول شهر صعب أنه يرجع يدرس بالتالي يرجع عنده دخل مباشر فإحنا منعطي ستة شهور راتب أو راتب تقاعد ستين في المية لمدة عام من أجل تأهله يطلع له وهذا مأخوذة من قواعد عامة في الدول العامة عندما أنت تنقلي شخص من وظيفته من مكان إلى مكان آخر بتهيئيله ظروف حياة لمدة محدودة بدل سكن بدل تدريس الأبناء مشان تنتقل الأسرة وتستمر بحياتها وهذا موجود على سبيل المثال في قانون سلك الدبلوماسي اللي بتعطي بعض الامتيازات للسفرة اللي بتطلعيهم على دول تانية وها أنت بتخرجيهم من البيئة لبيئة أخرى فبدل تالي وهذا تكليف منك ومهم منك كدولة فأنت بدك تهيئيلهم الظروف اللي تساعديهم فيها بكل الأحوال إحنا مبدأنا العام في هذه الورقة أن الحفاظ على الدولة وعلى استمراريتها وعلى سلامة الخزين العامة وعلى إيجاد نزيف في الخزين العامة مع ذلك يجب الإبقاء على الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص اللي ساعدوا وبنوا في هذه الدولة حالة التوازن اللي عم تطرحها الورقة بحاجة فعليا إلى أذان صاغية من عدة مساويات وخاصة أنك أشرت أنه خلال السنوات الماضية والقرارات الماضية كانوا فيه وقف لتمرين مثل هذه القرارات بموجب بعض التحركات للمتابعين والمطالبين فعليا بإعادة النظر في مثل هذه القرارات وفي ظل الحديث أستاذ جهاد عن حالة التقشف والبرنامج التقشف اللي فردته الحكومة كيف من المفترض أن يتم التعاطي مع مثل هذه الخيارات وهذه المقترحات بما يضمن وقف الاستنزاف المتعلق بخزينة السلطة نحن طالبنا الرئيس وكذلك رئيس الحكومة بأن يتخذ قرارات شجاعة في عملية الإصلاح وهو إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 المتعلق بشق الخاص بالتقاعد من قانون رقم 11 لسنة 2004 المتعلق تحت عنوان مكافآت ورواتب أعضاء المجلس الشريع وعضاء الحكومة والمحافظين وما تبعه على شاكلته من قوانين تمنح تقاعدا للأشخاص السياسيين أو تقاعد السياسيين وهذا مناشد إذا جزت أو دعوة لرئيس الحكومة وللرئيس أن يذهبوا بهذا الاتجاه من أجل وقف النزيف من حيث المبدأ ومن ثم تضميد الجرح تضميد الجرح فيه السياسات اللي حكينا عنها بحيث أنك تحافظ على الدولة وعلى استمراريتها وأنك أيضا تحمي الأشخاص الذين ساهموا في بناء هذه الدولة نحن نحتاج إلى هذا الأمر بالتالي المبدأ الأول من أجل عدم تكرار المحاولات لأنه هناك فرصة القانون يتيح فرصة لأشخاص متنفذين من الوصول إلى الرئيس للقيام لتوقيع على قانون من هذا الشكل أو ذاك ثالثا والذي أنا بحب أحكيه دايما هو يجب محاسبة الأشخاص اللي بيساعدوا على القيام بهذا عدم يعني نقول آه إحنا ألغينا القانون فقط لا الأشخاص الذين ساهموا في هذا الأمر لا أقول ظللوا الرئيس نعم بديش أقول أنه في تضليل لأنه في كمان إساءة أنا بقول كل شخص على مدار السنوات الماضية العشر الماضية حاول أن يمرر هذا القانون يجب محاسبته لأنه اكتشفنا في أحد المرسيم لمستشار قانوني عين في العام 2010 عندما فشل في 2014 الحصول على تقاعد سياسي أو تقاعد سياسيين عمل مرسوما بأن يصبح محافظا بدرجة وزير يعمل مستشارا بأثر رجعي من 2010 بعد خمس سنين وبالتالي محكمة ليش احنا رجعنا للمحكمة الدستورية في الأردن قالت أنه أي قانون له أثر مالي لا ينطبق على المراكز القانونية التي نشأت سابقا والقاعدة الأساسية في تضارب المصالح عند إقرار مكافآت أو حوافز أو أموال في مجلس الوزراء للوزراء أو في المجلس التشريعي لأعضاء المجلس التشريعي لا تنطبق على أعضاء المجلس التشريعي الذين أقروا ذلك إنما تنطبق على الذين سيأتون لاحقا ولا يتمتعون بتلك الامتيازات لذلك شبهة تضارب المصالح في قانون 2004 متوفرة تضارب المصالح بالحصول على تقاعد السياسيين متوفرة أيضا في كل من تحرك على مدار العشر سنوات الماضية للحصول على تقاعد السياسية نعم وهي تأتي في إطار الحرب الداخلية الطويلة لمكافحة الفساد بكل أشكالها في المؤسس شكرا لك جزيلا شيد جهد حرب